بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على سيدنا محمد بدر التمام ونور الظلام وغاية الغمام وعلى آله أهلا بيكوا في حلقة جديدة من حلقات مع المصطفى صلى الله عليه وآله وصفة جديدة وقصة جديدة من قصة سيدنا المصطفى مع أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين سيدنا رسول الله مر يقف يقول للصحابة أيها الناس خير التابعين وسيد التابعين رجل يقال له ويس ابن عامر القراني كان بيه برص فدع الله فشفاه كان عنده مرض البرص فدع ربنا فربنا شفاه إلا من موضع درهم في كتف الشمال موضع درهم قد الدائرة الصغيرة كده في كتف الشمال مغمور في أهل الأرض حتى يشعرفه في أهل الأرض معروف في أهل السماء لو أقسم على الله لأبره يعني لو قال ربنا يا رب أقسمت عليك تعامل لي كذا ربنا ما ينزلش كلماته الأرض أبدا ويعمل له اللي هو عايزه يا عمر ويبدأ سيدنا رسول الله يوجه كلامه سيدنا عمر بالذات ودي من معجزات سيدنا النبي يا عمر لو رأيته فاسأله أن يستغفر لك فسيدنا عمر يستغفر لي أنا رسول الله لأن أكيد جيل الصحابة أحسن من جيل التبعي يستغفر لي أنا يا سيدنا نبي قال أجل يا عمر لي يا رسول الله لي يا سيدنا نبي كل المميزات اللي عند سيدنا قويس القرنية دي هنا بقى موضوع الحلقة سيدنا رسول الله يقول عنده أم هو بها بار بر الوالدين أو بمعنى أدق بر الأم قويس القرنية أسلم قبل انتقال سيدنا رسول الله إلى الرقيق الأعلى بتلات سنين وهو من أهل اليمن طب إلا منع حضرتك يا سيدنا قويس أنك تروح تبايع سيدنا النبي وتبص في وشه الشريف صلى الله عليه وقالي أمه كل ما يجي شد الرحال عاوز يسافر عشان يروح يبايع سيدنا النبي ويبقى من أصحابه لأن مجرد ما يشوف وش سيدنا رسول الله أصبح صحابي ياخد لقب صحابي نفسه يروح يبايع سيدنا رسول الله ويبص في وشه الكريم الشريف عليه الصلاة والسلام بس إيه اللي منعه أمه كانت عينة جدا وملهاش غيره فكل ما يجي سافر تقوله يا قويس هتمشي وتسيبني فيجلس يوم ورا يوم شهر ورا شهر لحد ما عدى ثلاث سنين والعجيب إن في الوقت ده وسيدنا قويس قاعد في اليمن جنب أمه ونفسه يروح يبايع سيدنا رسول الله في المدينة سيدنا رسول الله يذكره ويقول الصحابة عنه كده ويقول سيد عمر لو استطعت أن تجعله يستغفر لك فافعل يا عمر وبالله أنا عايز أقوله وأقوله لك إيه اللي عايز أقوله لك إن سيدنا رسول الله بيحس بالمشتاقين إليه عليه الصلاة والسلام قلبه بيحس بالقلوب المشتاقة فلو أنت بتحب سيدنا نبيه قلبك مشتاق هيعرفك عليه الصلاة والسلام هو أصلا عارفك دلوقت تعدي الأيام وانتقل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجات خلافة سيدنا أوبكر الصديق لحد ما خلصت خلفته ويموت سيدنا أو بكر الصديق وتيجي خلافة سيدنا عمر وده الإعجاز بتاع سيدنا رسول الله لما اختار سيدنا عمر بالذات وقال له يا عمر إن لقيته فسأله أن يستغفر لك لأن الوحيد اللي حيلحقه هو سيدنا عمر أول ما جات خلافة سيدنا عمر بقى هو وسيدنا علي دايما مع بعض سيدنا علي كان دراع سيدنا عمر اليمين كانش سيدنا عمر ياخد قرار إلا لما يستشير سيدنا الإمام عليه عليه السلام فكل ما يجي موسم الحج سيدنا عمر ياخد سيدنا علي ويقول له تعال يا علي نروح في الحج وندور على قواس القرارين أنا لازم أخليه استغفر لي وصيد سيدنا النبي كل موسم حج يروحوا يوقفوا على الجبل هناك ويقولوا يا أهل الحج هل منكم أحد من أهل اليمن مفيش السنة اللي بعديها هل منكم أحد من أهل اليمن مفيش السنة اللي بعديها وقب سيدنا عمر مع سيدنا علي هل منكم أحد من أهل اليمن فقامت مجموعة قالتوا أيوا إحنا يا أمير المؤمنين قال لهم تعالوا وقفوا كلهم قداموا قال لهم من كان منكم من أهل اليمن فليقف والناس كلها تعود فالناس كلها قعدت وفدلوا وقفين أهل اليمن وبعدين قال لهم من كان منكم من قبيلة قرن فليقف فليجلس باقي الناس فوقفوا لمن قبيلة قرن فبصلهم قال لهم أيها الناس من منكم قويس القرني فوقف واحد قال له يا أمير المؤمنين هو قريبي بس أكيد حضرتك ما تلخبط في الإسم قال له أنت تعرفه قال له ده ابن عمي قال له هو فين قال له يا أمير المؤمنين حضرتك أكيد ما تلخبط ده ولد غلبان جدا وما حدش يعرفه فبكى سيدنا عمر وقال صدق رسول الله سيدنا نبي قال مغمور في أهل الأرض معروف في أهل السماء فسيدنا عمر قال له هو فين قال له ما جاش معنا قال له أمي قال نعم قال حية قال نعم فأم سيدنا عمر بص لسيدنا الإمام علي وقال له شفت يا علي مش هيجي تنو أمه حية وتلف الأيام ويجي السنة اللي بعدها سيدنا عمر تاني هو وسيدنا الإمام علي عملين يسألوا أيها الناس أمينكم أحدهم من أهل اليمن جات أهل اليمن حد فيكم من قرن جم أهل قرن تعرفوا قويس القرنية قال له يا أمير المؤمنين أكيد حضرتك ما تلخبط في الإسم ده ولد غلبان سيدنا مع الغنم كده يخلي باله من الغنم بتاعنا فقال أصدق رسول الله هتولي رحوا جابوه وجي فوقف قدام سيدنا عمر سيدنا عمر لقى ولد غلبان وهدمه على قد الحالة وشكله قال أأنت أويس قال نعم فبكى سيدنا عمر قال له ألك أم قال ماتت يا أمير المؤمنين لذلك جئت قال أعلم أكان عندك برس سيدنا عمر بيتأكد من الصفات الأول أكان عندك برس وشفاك الله قال نعم يا أمير المؤمنين إلا من موضع درهم فبكى سيدنا عمر قال له استغفر لي يا أويس قال لي يا عمر لي يا أمير المؤمنين سيدنا أويس لحد دلوقتي ما يعرفش اللي سيدنا النبي قاله ما يعرفش اللي سيدنا نبي موصي عليه وقال لي سيدنا عمر خليه استغفر لك قال أنا أستغفر لك يا أمير المؤمنين قال له أبشر يا قويس ذكرك لنا رسول الله وقال لنا كل حاجة عنك وقال لنا أن أنت مستجاب الدعوة ولا تقسم على الله في شيء إلا أبرك استغفر لي يا قويس فسيدنا قويس استغفر لسيدنا عمر سيدنا عمر فرحم بي جدا قال له يا قويس خليك معي في المدينة ما تمشيش قال لا يا أمير المؤمنين سيبني أنا عايز أبقى مغمور في أهل الأرض مش عايز حتى يعرفني ومن فضلك ما تحكيش لحد أن أنا مستجابة دعوة أنا عايز أفضل كده لحد ما قابل ربنا فبكى سيدنا عمر قال له يا قويس طب عايز تروح فيه قال له أنا رايح الكوفة قال له طب استنى حكتب لوالي الكوفة عشان يخلي باله عليك ويديك عطاء قال له لأ أنت من طريق وأنا من طريق يا أمير المؤمنين طريقي منها هنا وأنت منها هنا قال يا قويس يا قويس ابقى معي قال لا يا أمير المؤمنين فبكى سيدنا عمر وقال يا ليت أم عمر لم تلد عمر يعني هنا حتى مهمة جدا مش لازم الناس كلها تبقى زهدة كده في الدنيا ويبقوا فقراء لا سيدنا قويس رد عليه قال له لا يا أمير المؤمنين بل ما أنت فيه خير لك وما أنا فيه خير لي كل واحد فينا المقام اللي ربنا حطوا فيه ده الخير لي كل ده لشان عمل إيه كان برا بأمه وقل لك حاجة مهمة قوي إحنا فاكرين إن البر إن إحنا ما نعليش صدنا ما نردش رد مش كويس نسمع كلامهم لا يجي سيدنا قويس يعلمنا أني مش ده البر وما قال إيه البر؟ البر الصحبة تصاحب أمك سيدنا قويس قاعد معهم صاحبها مش عاوز يسيبها لشان كده لما حد سأل سيدنا رسول الله يا رسول الله ما لأحقه الناس بصحابتي أصاحب مين؟ قال له أمك قال له طيب وبعده أمي قال له أمك وبعده أمي قال له أمك وبعده قال ثم أمك وربنا في القرآن ألوى صاحبهما في الدنيا معروفة فاللهم خلقنا يا ربنا بأخلاق المصطفى وأصحابه الأطهار واجمعنا بهم يا ربنا في دار القرار وارزقنا بالرآبائنا وأمهاتنا واجعلنا يا ربنا عندك يوم القيامة من الأبرار شوفكم الحلقة اللي جاية مع المصطفى شكرا السلام عليكم